ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الجدي وتوقعات شهر فبراير لعام 2021 برج الجدي شهر فبراير بالنسبة لنا هو شهر فيه ايجابيات كتير جدا ولكن عندنا بعض التحذيرات المهمة عشان نقدر نملك الايجابية بشكل كامل فده يخلينا ان احنا نكون واخدين بالنا من بعض النقاط واخدين بالنا من بعض الحافر اللي ممكن نقع فيها من كمان مشاكل الماضي والتأليف في الماضي او ان احنا نكون انتقاضيين بعض الشيء او ان احنا نسمح الفرصة لحد عايز يستغلنا نقول له اهلا وسهلا لان اللي عايز يستغلك هو قريب منك طب عامة برج الجدي انت يعني داخلك او شعورك ايه خلال شهر فبراير ان اللي هيكون جواك انك عايز تعمل تصالح ما بينك وما بين الاخرين عايز اللي هو عفى الله عما سلف عايز انك تبتدي بداية جديدة عايز انك تعمل لم شامل ويكون عندك وما بينك وما بين الاهل لان هما الاقصر خلاف معاك عايز يكون فيه لم شامل الدنيا تكون صافية معانا فده شيء مهم جدا برج الجدي عايز ايه برضو من امورك الحقيقية اللي شغلاك قوي او الحاجات اللي انت ممكن تكون بتمر بيها عندك حالة خوف الخوف ده من مشكلة ممكن تكون روحانية بيمر بيها برج الجدي انت قلقان منها يعني ممكن تكون بتحلم احلام مش لطيفة خايف منها او انك ممكن يكون تعرضت لحالة سحر خايف انها تتكرر خايف انك يتكرر عندك شيء ليه علاقة بالانفصال من شغل او الانفصال في مشروع او موضوع او الانفصال عن شخص انت ما صدقت لقيته نتيجة انك ممكن تكون انفصلت عن حد قبل كده عن نظرة سحرة حسد ايا كان عندك بينتبك خوف من المنطقة دي جدا برج الجدي كمان حاول على قد ما تقدر انك كل ده تنسى وتتنسى عندنا عايزين نتكلم على الايجابيات ده جزئية من شعورك اللي جواك وممكن نبقى نتكلم لو عايزين في التوقعات الاسبوعية عن جزء من شعور برج الجدي لكن الايجابيات اللي ممكن تكون موجودة او شكل التوقعات ايه الامور المهنية طبعا اعزروني على الطريقة السريعة ولكن عشان اكون بجري بسرعة بالكلام فدا يهمني ان انا نلحق الوقت واقول كل حاجة الامور المهنية بالنسبة لنا هيكون شيء قوي جدا لان هيكون عندك ترقية اصحاب المشاريع الخاصة او اللي عندك موضوع خاص عايز تعمله بتقاوح عشان توصل لحاجة هيكون عندك نتيجة حلوة حتى كمان اللي عنده مشروع او عنده فكرة او انك بتاخد كورس او عندك ممكن يكون شيء دراسة او دراسة تكميلية اللي عندك كورس او دراسة تكميلية فانت هيكون عندك نسبة النجاح اكتر لان عندك ارادة اقوى اما في التوقعات الدراسية احنا خلوني اقولها دلوقتي انت هيكون عندك حتة الخوف او القلق او التوتر المسيطرة ده ممكن يؤثر على تركيزك محتاج كتير يكون في دعم من اللي حواليك محتاج كتير ان انت يكون عندك نظام في المشروبات بتاعتك في مشروبات كتير واعشاب كتير انا عايزة باطلع لكم في مره قريبكم يعني كميت اعشاب عندي للمواضيع اللي زي كده جدا وعلاجات بقى المهم يعني اصلا بامشي في الموضوع ده ومؤمنة بجدا جدا فوق ما تتخيله طيب عامة فانت عندك لازم تكون عندك مشروبات نظام الغذائي بتاعتك اللي يقوي عندك الزاكرة طيب عامة برج الجازي ده بالنسبة للامور الدراسية عملت ده وخليت بالك فعندك نتيجة حلوة عندك اسلوب رضا يعني هترضى بنتيجتك طيب الامور المهنية بقى نكملها انت عندك هيكون في حالة نجاح الناس اصحاب المشاريع الخاصة يكون عندك تطوير بالذات جدا عندك انك هتكون فرحان بنفسك ولكن بداية او مطلع الشهر هيكون عندك حتة القلق الزايد القلق زايد او توطر زايد ممكن يكون خلاص انت اقتربت من الفرصة او اقتربت من الدرجة اللي انت عايزها وده بيخليك ان انت تكون اكثر توطر ولكن بعدين هتفرح فاذا ما تخليش التوتر ان ياكل منك وياكل من فكرك وياكل من الطموح اللي عندك او درجات السعي بتاعتك طيب برج الجازي فاذا امورك المهنية انت عندك فيها حالة وحلوة يعني الدنيا حلوة طيب الناس او الاصدقاء اللي ممكن يكونوا سلبيين في امورك المهنية دول خلاص بح لا موجودين وبل بالعكس في نجاحك او في ان هيكون عندك مديرينك بيشكروا فيك الاخرين شايفينك انك متميز هيزيد درجات الحقد اكتر وحازر على اوراق رسمية اختام حاجة ممكن يكونوا يمسكوك بيها وخلي بالك الناس دي مش سهلة بالمرة طيب برج وعلى فكرة عندهم عقد يعني الاشخاص دي هتلاهم اصحاب عقدة يعني ترفضوا من شغلة قبل كده عندهم عقدة نفسية من الاخر طيب برج الجادي ده امورك المهنية عندك في حد هيعرض عليك مشاركة يعني تشارك حد في شغل هيكون عندك ده جدا فكر مرة واثنين وثلاثة الشغل اللي ممكن يكونوا بيعرضوا عليك ممكن يكون حاجة ليه علاقة بانه هو الكبير وانت اللي تحت ايده خلي بالك مش حلو ده مش حلو عشان انت مش هترضاها طيب برج الجادي عندك امورك المادية امورك المادية انت عندك مساعدات من الاهل وعندك زي فيه هداية فيه شيء مهم جدا فيه حاجة متميزة يعني فيه فلوس جاية لك فيه حد بيهديك بحاجة حد وقف معك بفلوس عندك ده فاذا عندنا الامور المادية بتتحسن نتيجة ان فيه حق انت بتحصل عليه او ان فيه مساعدات مادية يعني ده خلف موضوع الهبة زايت كمان ان عندك الوضع المهني هيكون فيه مكافأة مادية يا برج الجادي طيب برج الجادي عندك هيكون انك منور منور يعني عارفين حالة اللي هو انك بتعمل اللي انت عايزه ونفسياتك بتتفتح اكتر وخلي بالكم من الاكل اللي احسن انتم فعلا الشاهية بتاعتكم هتبقى مفتوحة قد كده فخلي بالكم ما اللي عايز ان هو يعني يلم نفسه يخص شوية خلي بالكم احنا داخلين على طخن كبير على الوضع عالي جدا يعني ممكن مش ناكل في طبق ناكل في حلل فخلي بالكم جدا يا برج الجادي ده مهم يعني فانت هيكون عندك فعلا نفسك مفتوحة على الدنيا نفسك مفتوحة على الحياة بس ده ما يمنعش اني مازال مستمر معنا موضوع انك خايف تقع خايف انك تمر بنفسي مشكلة انت قاعد تمرد بيها عندك ده لسه عندك الدنيا حلوة بتزدهر بتتفتح زائد كمان الامور العاطفية عندك الامور بتتحسن جدا حالة نفسية حلوة فخلي بالك من الخوف والسيطرة والتوتر وحكيانك للاخرين ده ممكن يوقعك خلي بالك امورك العاطفية الناس اللي مش مرتبطين خلينا مستعدين لارتباط مستعدين لحالات انسجام لحب لسعادة العاطفة الرومانسية احاسيس هتبدأ تشتغل فبرج الجدي عندك حب فعلا زائد ان كتير من الناس اللي مرتبطين او متجاوزين هيكون عندك فيه موضوع ليه علاقة بيه ان احنا فيه ترابط اكتر فيه تقوية علاقات عندك مولود جديد بيت العيلة فيه عندك مولود فيه فيه شيء مهمة فبيت الاولاد فخلي بالك جدا جدا ان انت يعني كمان تكون قريب من اولادك بالنسبة للناس اللي عندهم اولاد او انت ممكن يكون عندك مولود جديد ففيه شيء هيسعيدك فيه شيء هيفرحك هيخلي فيه ترابط اكتر عندك انك هتكون مهتم بالشريك والشريك هيسمعك كلمات حلوة فعندك ده جدا في التوقعات العاطفية او في الفيديو بتاع التوقعات العاطفية هنتكلم فيه على علاقة برج الجدي مع كل برج لكن بالنسبة لي الناس المنفصلين هيكون عندنا فيه رجوع ولا لا هيكون النسبة الاكتر فيها رجوع من برج الجدي خاصة مع بعض الابراج الناس اللي كانوا على خلاف مع برج الجدي اذا كان الخلاف قوي جدا فهيتم فيه انفصال بس فيه شخص بيسندك وبيساعدك هتبدأ تتجه بمشاعرك ناحيته وهو مشاعره اصلا موجودة عندك فعندك ده جدا او عندك تسوية علاقاته وتصالح بشكل قوي فاذا دي الامور العاطفية امورك الحياتية شوية يعني بعض النبذات اللي ممكن تكون موجودة فعندك الشهر من بدايته فيه تميز فيه ايجابية فيه حلاوة كده عندك هتلاقي فيه اشخاص بتدعمك وقفة معاك عندك مشكلة قضائية او ان فيه حاجة لها علاقة بأزمة يعني فيه تعصر ممكن يكون على فكرة مش بيخصك انت كشخصك لكن بيخص حد من المقربين لك جدا هيبدأ عندك فيه انفتاحات فيه ابواب بتحصل فيها انها بتتفتح فيه انفراجات قوية هتبدأ بعد الانفراجات دي بعد ايه بعد تعصر وتحس ان قلبك خلاص اتعصر على فكرة من اتجاه الموضوع ده عندك ايجابيات كتير بس انت كمن عندك فيه حاجة مشغولة وده نسبة 30% من برج الجدي اللي بيمروا بالموضوع ده هتبدأ تلاقي بعد التعصر فيه يسر بشكل قوي قوي وهتبدأ انك تقول لا خلاص بدأت انها تفرج بدأ ان يكون فيه خير بدأ ان يكون فيه سعادة برج الجدي هيكون عندك انك انت بتهتم بنفسك وبتهتم بشكلك وبتهتم بمظهرك بشكل قوي جدا هيكون عندك فيه روح صداقة فيه عندك علاقات حلوة على فكرة كمان انه يكون عندك صدقات جديدة والصداقات الجديدة دي من اصحاب عالية او مراكز عالية عندك حاجات كتير اقدر اقول متميزة لكن اكيد فيه نصايح مهمة عشان اقدر املك كل الايجابية اللي موجودة لازم اكون واخد بالي واخد بالي من الايام دي واخد بالي من الحظ بيلعب ايه هنا واستغلي ايه ده هنا وده ايه اللي نأجله ده كله هنبقى نوضحه فيه فيديوهات النصايح او التوقعات الاسبوعية عشان خاطر نتكلم على المواضيع دي بالتفصيل عامة فانا باشكركم جدا جدا وبحبكم كتير يا برج الجدي بتمنلكم شهر ممتع وايجابي وسعيد بالفعل هو يكون شهر سعيد بس اللي يركز اكتر ونبتعد عن المشاكل او نفكر بشكل هادي يعني بحبكم كتير كتير اكيد اللي متبعيني من برج الجدي عارفين كموزكم عندي قد ايه ما تنسوش اللايك وشيال اشراك في قناة تفعل الجرس سلام